السلام عليكم ورحمة الله معكم هشام واليوم حنتكلم على خمس طرق مجربة تقدر تجرب بها المشاهدات لأي فيديو انت انشرته مؤخرا بعض هذه الطرق اطبقها في خلال أول ساعة وبعدها في خلال تسعين دقيقة وما إلى ذلك شخصيا أني متأكد منها ومجربها وبالفعل حصلت عليها على نتائج ولكني أعترف أني مقصر فيها فلذلك قررت أني ننشر هذا الفيديو ليني شخصيا ولأصدقاء اليوتيوب وأيضا أي شخص منكم حابب أنه يبدأ في رحلة اليوتيوب وعلى فكرة لو أنت مبتدى فبتنساش أنك أنت تشوف الفيديوهات اللي حتلقاها إما في الآي من فوق أو في وصف الفيديو من تحت في بعض الفيديوهات كلمتها على كيفية تنشاء قناة يوتيوب وأيضا بعض النصائح المهمة التي يجب أن تتبعها لإنشاء قناة يوتيوب ناجحة ولو أنت مهتم أكثر وأكثر فعندي ليك دورتين دورة مجانية ودورة مدفوعة حتلاقي أيضا روابطهم موجودين في وصف الفيديو ولكن الآن خلال نكلم عن الخمس طرق التي من شأنها أنها تزيد على المشاهدات بعد نشرك لفيديوهاتك على قناتك في اليوتيوب الطريقة الأولى هي عن طريق التعليقات سواء بطلب التعليقات أو بالرد على التعليقات طلب التعليقات يتم في مرحلتين المرحلة الأولى وهي في المقدمة يعني في خلال أول دقيقة من الفيديو أطلب للناس أن هي تعلق على الفيديو ولكن الطلب يجب أن يكون ذكي فمثلا تسألهم سؤال وتقولهم جاوب علي أو أنت تكون سألهم سؤال في الفيديو السابق وتقولهم جاوب عليها الآن فباختصار حاول أنك إنت تجد أفكار ذكية أتحفز بها لمشاهدين على التعليقات يعني واحدة من الأفكار اللي مرة فكرت فها أني نحط في أحجية في خلال الفيديو أو كوز ونقولهم اللي يعرف الحل يكتب في التعليقات فيجب أنك إنت تفكر في عدة أفكار بحيث تخلي المشاهد يعلق على الفيديو الشيء الثاني وهو البند كومنت فممكن أن نكون أول شخص علق على الفيديو الخاص بي ونقول هل تحب الآيفون أم السامسونج وإن خلاها ببند كومنت بحيث دائما تطلع هي من فوق فأي مشاهد بعدما يشوف الفيديو ويمشي للتعليقات يلقى التعليق بتاعي هو الأول على طول حيكون في فرصة أكتر أنه يرد علي وطبعا النقطة الثالثة هي أنك إنت ترد على هذه التعليقات خصوصا خصوصا في أول ساعة لاحظت كل ما يجوه تعليقات ونرد عليها في أول ساعة يزيد التفاعل على الفيديو ويكون سبب في أنه هو ينشهر أكتر فأكتر الاستراتيجية الثانية في جلب المشاهدات بعد النشر وهي Monitoring the performance أو أنك أنت أتراقب الإحصائيات الخاصة بالفيديو زي ما أنتم معرفين أو ما تنشر الفيديو بعد تقريبا ساعة ممكن نشوف بعض المعلومات البسيطة عن كيفية أداء هذا الفيديو فعلى حسب اللي أنت متعود عليه فمثل أنت دائما كل ما تنشر فيديو بعد ساعة تتحصل على ألف مشاهدة مثلا ولكن في واحد من الفيديوهات انشرتها وحصل على مئة مشاهدة فقط فواضح أنه في شيء غلط ففي هذه الحالة يجب أنك أنت تغير إما في التايتل أو العنوان أو تغير في التامب نيل أو الصورة المصغرة فالأفضل أنك أنت مسبقا تكون مجهز مثلا ثلاثة أو أربع صور مصغرة وثلاثة أو أربع عنوان بحيث لو أنت حسيت أن الفيديو مش جايب بالنتائج اللي أنت كنت متوقعها على طول تجرب تغير الصورة المصغرة أو تجرب تغير عنوان المقطع ونقطة أخيرة بالنسبة للصور المصغرة ممكن أنت تبحث في الكلمات الدالية الموجودة في عنوان الفيديو الخاص بك وتشوف الصورة المصغرة اللي محتلة رقم واحد في نتائج باحة اليوتيوب وتحاول أنك أنت تصمم صورة مصغرة قريبة على هذه الصورة وأكيد نصح بموقع كانفا اللي حنخلي لكم الروابطة موجودة في أسفل الفيديو بصراحة جميل جدا تضغط عليه وتبحث على الصور المصغرة ويعطيك مجموعة قوالب ممكن تتخذها وتغير فيها بكل سهولة ويسر أيضا نصحك أنك أنت تستخدم أدوات زي الفيد آي كيو والتيوب بادي هذه الأدوات تمكنك أنك أنت تفعل الـ AP تيستنج أو أنك أنت تقارم بين 2 صور مصغرة بحيث تنشرهم الـ 2 وبعدها الأداء تقولك أن الصور المصغرة هذه كانت أحسن من المصغرة الثانية وعلى ضوءها ممكن تختار الأنسب بنسبة ديك روابط الأداتين موجودة في وصف الفيديو توجد منها نسخة مجانية ونسخة مدفوعة أنت تختار اللي يعيش بك النقطة الثالثة لجلب المشاهدات عن طريق استخدام المزايا الأخرى الموجودة في اليوتيوب زي ما نعرفين اليوتيوب أول ما ابتدى ابتدى أنه هو منصة فيديوهات فقط أما الآن تغير تغيير شامل وكلي ففي العديد من المميزات الأخرى من أهمها الآن هي الـ Community Tab نعرف أنك أنت لو صنع محتوى جديد ممكن ما تكونش عندك ولكن تقريبا بعد 500 مشترك مشترك هتظهر عندك الـ Community Tab ممكن تكتفها وتقول أني نشرت فيديو معين وتضع رابط لهذا الفيديو بحيث أن الناس لو لم تشاهدتش الفيديو ممكن تشوف هذا المنشور وبعدها تضغط على الفيديو بنفس الشيء بالنسبة للـ Stories ممكن أنت تنشر story ومن خلال story تضيف sticker الخاص بالفيديو وتضع الفيديو اللي أنت نشرتها وممكن تتكلم وتقول أني نشرت فيديو أرجو أنكم تتابعوه وهذا الرابط موجود تحت أيضا لو كان وضع مناسب ممكن تطلع live وفي خلال هذا live ممكن تكلمهم على الفيديو اللي نشرته طبعا أكيد live مش في كل فيديو ولكن يعني ممكن أنت تستفيد منه في بعض الفيديوات اللي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لقناتك النقطة الرابعة هي استخدام السوشيال ميديا الأخرى للترويج لفيديواتك لكن في هذه الحالة انتبه من شيء معين متقدرش أنت فقط تحط الرابط الخاص بالفيديو وتقول الناس أنقروا عليه إنما أحسن يكون فيه داخل context أو أنك أنت تحكي على شيء معين وبعدين تضع الرابط فيه مثلا في الفيسبوك تتكلم على شيء معين ليه علاقة بالفيديو وتحاول تشرح فيه شوية وبعدين تقول أنا شرحتها بالتفصيل في هذا الفيديو فالآن الشخص اللي كان يقرأ في الفيسبوك عنده سبب أنه ينقر على هذا الفيديو ويمشي على عكس أنك أنت فقط تضع الفيديو وتطلب من الناس أنك أنت تمشي لعائلتين من الصعب أنك أنت تأخذ شخص من بلاتفورم إلى بلاتفورم ولكن الأحسن أنك أنت تهيئ للجو قبل وبعدها تضع الرابط النقطة الأخيرة وربما واحدة من الأهم وهي أنك أنت بعد ما تنشر مجموعة فيديوهات على قناة ستلاحل أن بعض الفيديوهات علىها High View أو مشاهدات عالية جدا أعكس الثانين فأتركز أنت على هذه الفيديوهات اللي فيها مشاهدات عالية ويريد طبعا لو يكون محتواهم قريب على المحتوى للفيديو اللي أنت نشرته مؤخرا بعد ما تمشي لهذه الفيديوهات تضيف كارد أو بطاقات فأنت ممكن تضيف بطاقات وتشير إلى الفيديو اللي أنت نشرته مؤخرا أو أنك أنت تحطه في ال End Scene يعني آخر شيء لما ينتهي الفيديو يطلع بعض الفريمات اللي أنت ممكن تتروج مهم عن فيديوهات أخرى فتضع هذا الفيديو جديد في هذه الفيديوهات لأن عليهم مشاهدات عالية ففي نسبة كبيرة من الناس اللي حتشوفوا الفيديو حتطلع لهذه الكارد أو البطاقات بحيث أن هي لو عجبها ممكن ينتقلوا ويتفرجوا على الفيديو الجديد لك وتقريبا كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم أتمنى أنك أنت تكون استفدت منها لو تبي معلومات أكثر على هذه الأشياء وكيفية تنشاء قناة يوتيوب وبعض الحيل والتيبس والتريكس أرجو أنك أنت تأكد لإهتمامك فيه خلال التعليقات وأيضا ما تنساش أنك أنت تستفيد من الدورة المجدنية ولو كنت مهتم أكثر وجاذ أكثر في هذا الموضوع تنتق إلى الدورة المدفوعة اللي تكلمت فيها على أشياء كثيرة جدا وكيف تبدأ قناتك من الألف هي الياب بالإضافة إلى خمس طرق للربح بالإضافة إلى دورة تسويق بالعمولة وبعض القوالب الجاهزة وأيضا إمكاني أنك أنت تتواصل معي مباشرة بحيث ينساعدك لو أنت كنت محتاج أي مساعدة شكرا جزيلا لكم مرة أخرى تنساش دعم القناة بالشير واللايك والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وحبكم في الله